حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا الأسود بن شيبن حدثنا بحر بن مرار عن عبد الرحمن بن أبي بكر تقال حدثنا أبو بكر تقال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل عن يساره فإذا نحن بقبرين أمامنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما إنهما لا يعذباني وما يعذباني في كبير وبل فأيكم يأتني بجريدة فاستبقنا فسبقته فأتيته بجريدة فكسرها نصفين فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة وقالا إنه يهون عليهما ما كانت رطبتيني وما يعذباني إلا في البول والغيبة حثنا يحيى عن عيينة قال حدثني أبي عن أبي بكر تقال حدثنا عيينة ويزيد أخبرنا عيينة عن أبيه عن أبي بكر تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أماما من ذنب أحرى أن يعجل بصاحبه العقوبة مع ما يؤخر له في الآخرة من بغي أو قطيعة رحمين قال وكيع أن يعجل الله وقال يزيد يعجل الله وقالا مع ما يدخر له حثنا يحيى عن عيينة ووكيع حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر تقال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا وكيع حدثنا عيينة عن أبي بكر تقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تميسوها في العشر الأواخر لتسع يبقين أو لسبع يبقين أو لخمس أو لثلاث أو آخر ليلة حثنا وكيع وأبو عبد الرحمن قال حدثنا عيينة عن أبيه عن أبي بكر تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا فيه غير كنهيه حرم الله عليه الجنة قال أبو عبد الرحمن كنهوه حق حدثنا وكيع حدثنا زكريا أبو عمران شيخ بصري قال سمعت شيخا يحدث عن أبن أبي بكر تقال عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوات حثنا وكيع حدثنا صفيان وعبد الرحمن عن صفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر تقال عن أبيه أنه كتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان حثنا وكيع حدثنا محمد بن عبد العزيز الرسبي عن مولم لأبي بكر تقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبان معجلان لا يؤخران البغي وقطيعة الرحم حثنا وكيع حدثني عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكر تقال عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر حدثنا وكيع حدثنا عثمان أبو سلمة الشحام حدثني مسلم بن أبي بكر تقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج قوم أحداث أحداء أشداء ذلقة أسنتهم بالقرآن يقرؤونه ليجاوزوا تراقيهم فإذا لقيتموهم فأنيموهم ثم إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنه يؤجر قاتلهم حدثنا وكيع حدثنا صفيان عن يونس بن عبيد عن الحكم بن الأعرجي عن الأجعثي بن ثرملة عن أبي بكر تقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قتل نفسا معاهدة بغير حليها حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها حان عبد الرحمن عن صفيانا عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر تا عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرأيتم إن كان جهينة وأسلم وغفار ومزينة خيرا عند الله من بني أسد ومن بني تميمين ومن بني عبد الله بن غطافن ومن بني عمير بن صع ساعة فقال رجل قد خابوا وخسروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم خير من بني تميمين ومن بني عمير بن صع ساعة ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطافن حسن إسماعيل حدثنا الجريري حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر تا عن أبيه قال وقال إسماعيل مرة كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله عز وجل قال وذكر الكبائر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين وكان متكيئا فجلس وقال وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور أو قول الزور وشهادة الزور فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت حسن إسماعيل أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكر تا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال ألا أن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله الصموات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حروم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان ثم قال ألا أي يومين هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظنن أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى ثم قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظنن أنه سيسميه بغير اسمه قال أليست البلدة قلنا بلى ثم قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظنن أنه سيسميه بغير اسمه قال أليست البلدة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأنوالكم قال وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضربوا بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت ألا ليبلغ الشاهد الغائب منكم فلعل من يبلغه يكون أو عاله من بعض من يسمعه قال محمد وقد كان ذاك قال قد كان بعض من بلغه أو عاله من بعض من سمعه حسنا محمد بن أبي عادي عن أبن عوين عن محمد يعني ابن سرينة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال لما كان ذلك اليوم قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعير وأخذ رجل بزمامه أو بخطامه فقال أي يومين يومكم هذا فقال فسكتنا حتى ظنن أنه سيسميه سوى أسميه قال أليس بالنحر قال قلنا بل قال فأي شهر شهركم هذا قال فسكتنا حتى ظنن أنه سيسميه سوى أسميه فقال أليس بذيء الحجة قال قلنا بل قال فأي بلد بلدكم هذا قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى أسميه فقال أليس بالبلدة قال قلنا بل قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا فليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغه منه أو عاله منه قال محمد فقال رجل فقد كان ذاك حفناه شيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنرمل الجنازة رملا حفناه شيم أخبرنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان حفنا عبد الأعلى وربعي بن إبراهيم المعنى قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كسفت الشمس على عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى آت المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا فقال إن الشمس والقمر آيتني من آيات الله تبارك وتعالى يخوف بهما عباده ولا ينكسفاني لموت أحد قال وكان ابنه إبراهيم عليه السلام مات فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى يكشف منهما ما بكم حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي بكرة أنه حدثه قال إن كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فوثب فازعا يجر ثوبه فذكر معناه حسن سفيان عن أبي موسى ويقال له إسرائيل قال سمعت الحسن قال سمعت أبا بكرة وقال سفيان مرة عن أبي بكرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وحسن عليه السلام معه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للقاضي وقال سفيان مرة للحاكم أن يحكم بين اثنين وهو غضبان حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال ذكر الكبائر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإشراك بالله تبارك وتعالى وعقوق الوالدين وكان متكيئا فجلسا فقال وشهادة الزور وشهادة الزور أو قول الزور فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت وقال مرة أخبرنا الجريري حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله تعالى فذكره حسنا إسماعيل حدثنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب والذهب في الفضة كيف شئنا فقال له ثابت بن عبيد يدا بيد قال هكذا سمعت حسنا إسماعيل حدثنا عاصم الأحوال عن أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا يقول سمعت أذناي ووعقلبي أن من إدعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه الجنة عليه حرام قال فلقيت أبو بكرة فحدثته فقال وأنا سمعت أذناي ووعقلبي من محمد صلى الله عليه وسلم حسنا إسماعيل حدثنا يونس بن عبيد عن الحكمي بن الأعرجي عن الأشعثي بن ثرملة عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حليها حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة لم يشم ريحها حسنا إسماعيل أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تبارك وتعالى العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم حسنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال أحسبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهراني لا ينقصان شهر عيد رمضان وذي الحجة حسنا يحيى بن سعيد عن عيين تحدثنا أبيه قال خرجت في جنازتي عبد الرحمن بن سمرة قال فجعل رجال من أهله يستقبلون الجنازة فيمشون على أعقابهم ويقولون رويدا بارك الله فيكم قال فلاحقنا أبو بكرة من طريق المربض فلما رأى أولئك وما يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهولهم بالصوت وقال خلوا فوالذي كرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكدوا أن نرمل بها وقال يحيى مرة لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نيحيى بن سعيد عن عيين تحدثني أبي عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور بعين الشمال بين عينيه مكتوب كفر يقرأه الأمي والكاتب حتى نيحيى عن عيين تحدثني أبي عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفلح قوم أسنادوا أمرهم إلى أمرأة حتى نيحيى عن عيين تحدثني أبي عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا فيه غير كنيه حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها حتى نيحيى عن عيين تحدثني أبي قال ذكرت ليلة القضر عند أبي بكرة فقال ما أنا بطالبها إلا في العالم في العشر الأواخر بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول تميسوها في العشر الأواخر من تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين أو آخر ليلة حتى نيحيى حدثني أشعث عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أنه ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود حتى نيحيى بن سعيد عن مهلبي ابن أبي حبيبة حدثني الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم إني قمت رمضان كله وصمته قال فلا أدري أكره التزكية أم لا فلا بد من غفلة أو رقدة حسن يحيى بن سعيد حدثنا قرة حدثنا محمد يعني ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر وهو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال عبد الله قال غير أبي عن يحيى في هذا الحديث أفضل في نفسي حميد بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمنا فقال ألا تدرون أي يومين هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظنن أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بيوم النحر قلنا نعم قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس بالبلدة قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشركم حرام كحرمة يومكم هذا هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه ما هو أوعاله منه فكان كذلك وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فلما كان يوم حرق ابن الحضرامي حرقه جارية ابن قدامة قال أشراف على أبي بكرة فقالوا هذا أبو بكرة فقال عبد الرحمن فحدثتني أمي أن أبو بكرة قال لو دخلوا علي ما بهشتوا إليهم بقصبة حسن يحيى عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء الركعتين وهؤلاء الركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا ولهم ركعتين ركعتين حثنا وكيع حدثنا عثمان الشحام حدثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبه كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر حدثنا وكيع عن سفيانا عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كانت جهينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميمين وبني عبد الله بن غطافان وبني عامري بن صعصعة ومد بها صوته قالوا يا رسول الله قد خابوا وخسروا قال فوالذي نفسي بيده لهم خير حثنا وكيع حدثنا الأسود بن شيبانا عن بحري بن مرار عن أبي بكرة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على قبريني فقال من يأتني بجريدة نخل قال فاستبقت أنا ورجل آخر فجئنا بعاسي بن فشقه باثنين فجعل على هذا واحدة وعلى هذا واحدة ثم قال أما إنه سيخفف عنهما ما كان فيهما من بلو ولتهما شيء ثم قال إنهما لا يعذباني في الغيبة والبول حثنا وكيع حدثنا عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة المتجع فيها خير من الجالس الجالس خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي قال فقال رجل يا رسول الله فما تأمرني قال من كانت له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه ومن لم يكن له شيء فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده صخرة ثم لينجو إن استطاع النجاة ثم لينجو إن استطاع النجاة حثنا يزيد بن هارونا أخبرنا العوام حدثنا سعيد بن جمهان عن أبن أبي بكرة عن أبيه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أرضا يقال لها البصرة إلى جنبها نهر يقال له دجلة ذو نخل كثير وينزل به بن قنطوراء فيتفرق الناس ثلاث فرق فرقة تلحق بأصلها وهلكوا وفرقة تأخذوا على أنفسها وكفروا وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم فيقاتلون قتلاهم شهداء ويفتحوا الله تبارك وتعالى على بقيتهم وشك يزيد فيه مرة فقال البصيرة أو البصرة حدثنا محمد بن يزيد أخبرنا العوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن أبن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلنا أرضا يقال لها البصرة أو البصيرة على ديش لا تنهر فذكر معناه قال العوام بن قنطوراء هم الترك حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أي ناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي ناس شر قال من طال عمره وساء عمله حدثنا يزيد أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمته كله قال الحسن قال أبي وقال يزيد مرة قال قتادة الله أعلم أخاف على أمته التزكية أو لا بد من راقد أو غافل حسن يزيد بن هارون أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال ما أنا بملتميسها بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في عشر الأواخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تميسوها في العشر الأواخر في الوتر منه قال فكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد حان يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث أبوى الدجال ثلاثين عاما لا يولد لهما ثم يولد لهم غلام أعور أضر شيء وأقله نفعا تنام عينه ولا ينام قلبه ثم نعت أبويه فقال أبوه رجل طول مطارب اللحم طويل فقال الأنفك أن أنفه منقار وأمه امرأة فرداخية عظيمة الثديين قال فبلغنا أن مولودا من اليهود ولد بالمدينة قال فانطلقت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه فرأينا فيه منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة له همهمة فسألنا أبويه فقال ما كثنا ثلاثين عاما لا يولد لنا لنا ثم ولد لنا غلام أعور أضر شيء وأقله نفعا فلما خرجنا مررنا به فقال ما كنت ما فيه قلنا وسمعت قال نعم إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي فإذا هو أبن صياد حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أشعث عن أبن سيرين عن أبي بكر تقال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على ناقة له قال فجعل يتكلم هاهنا مرة وهاهنا مرة عند كل قومين ثم قال أي يومين هذا قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه غير أسميه قال أليس يوم النحر قال قلنا بلى ثم قال أي شهر هذا قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه غير أسميه قالا ثم قال أليس ذا الحجة قال قلنا بلى ثم قال أي بلد هذا قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه غير أسميه قالا ثم قال أليس البلدة الحرام قال قلنا بلى قالا فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا لبكم تعالك حرمة يومكم هذا هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ثم قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعل الغائب أن يكون أوعى له من الشاهد حانا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أن مكانكم ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصل بهم فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنوبا حثنا مؤمل حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فراتكم على الحوضي حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذكروا رجلا عنده فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه فيه كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا يقول ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسبوا فلانا إن كان يرى أنه كذاك ولا أزكي على الله تبارك وتعالى أحدا وحسيبه الله أحسبوه كذا وكذا حانا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن أبي عقوب الضبي قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة يحدث عن أبيه أن الأقرع بن حابص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما بايعك سراق الحجيجي من أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة محمد الذي يشك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة خيرا من بني تميمين وبني عامر وأسد وغطافان أخابوا وخسروا فقال نعم فقال والذي نفسي بيده إنهم لأخيروا منه إنهم لأخيروا منهم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا المسلمان حمل أحدهما على صاحبه السلاح فهما على طرف جهنم فإذا قتال أحدهما صاحبه دخلاها جميعا حسنا عبد الرحمن بن مهدي عن حمدي بن سلامة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وميكا إيل عليهما السلام فقال جبريل عليه السلام اقرأ القرآن على حرف واحد فقال ميكا إيل استزده قال لا اقرأه على سبعة أحرف كلها شاف كثير ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة حسنا أبو كامل حدثنا حماد عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ إليهم أن مكانكم فذهبا ثم جاء ورأسه يقتر فصل بهم حنا بهز حدثنا همام أخبرنا قتادة عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم إني قمت رمضان كله حسن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي بكرة قال أكثر الناس في مسلمة قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبا فقالا أما بعد ففي شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم فيه وإنه كذاب من ثلاثين كذابا يخرجون بين يدي الساعة وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح إلا المدينة على كل نقب من نقابها ملكانية ذبان عنها رعب المسيح حدثنا أبو النظر وعفان قال حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي بكرة قال عفان في حديثه حدثنا المبارك قال سمعت الحسن يقول أخبران أبو بكرة قال أتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم على قومين يتعطون سيفا مسلولا فقال لعن الله من فعل هذا أوليس قد نهيت عن هذا ثم قال إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه حسن أبو عامر حدثنا عبد الجليل حدثني جعفر بن ميمو حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه يا أبتي إني أسمعك تدعوك لغدات اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت تعيدها حين تصبح ثلاثا وثلاثا حين تمسي قال نعم يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأحب أن أستنى بسنته قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك كأرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت حين روح حدثنا عثمان الشحام حدثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة فقد الصلاة ورجع عليه وهو ساجد فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يقتل هذا فقام رجل فحسر عن يديه فاخترط سيفه وهزه ثم قال يا نبي الله بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم قال من يقتل هذا فقام رجل فقال قال أنا فحسر عن ذراعه واخترط سيفه وهزه حتى أرعدت يده فقال يا نبي الله كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده بيده لو قتلتموه لا كان أول فتنة وآخرها حسنا سليمان بن داود الطيالسي أبو داود أخبرنا عمران عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني صوموا الهلال لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد حسنا محمد بن بكر حدثنا حميد بن مهران حدثنا سعد بن أوسين عن زياد بن كسيب العدوي عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حمد بن سلمة قال عفان أخبرنا عطاء بن السائب عن بلالي بن يقطر عن أبي بكرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بدنا نير فجعل يقبض قبضة قبضة ثم ينظر عن يمينه كأنه يؤامر أحدا ثم يعطي ورجل أسود مطموم عليه ثوبان أبيضان بين عينيه أثر السجود فقال ما عددت في القسمة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يعدل عليكم بعد قالوا يا رسول الله ألا نقتله فقال لثم قال لي أصحابه هذا وأصحابه يمرقون من الدين كما يمرق الساهم من الرمية لا يتعلقون من الإسلام بشيء حدثنا عبد الصمد حدثنا بشار الخياط قال سمعت عبد العزيز بن أبي بكرة يحدث أن أبا بكرة جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فسامع النبي صلى الله عليه وسلم ما صوتنا علي أبي بكرة وهو يحضر يريد أن يدرك الركعة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من الساعي قال أبو بكرة أنا قال زادك الله حرصا ولا تعود حثنا عبد الصمد حدثنا زكريا بن سليمين المقري قال سمعت رجلا يحدث عمرو بن عثمان وأنا شاهد أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة يحدث أن أبا بكرة حدثهم أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته واقفا إذ جاءوا بامرأة حبلة فقالت إنها زنت أو بغت فارجمها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم استتيري بستر الله عز وجل فرجعت ثم جاءت الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته فقالت ارجمها يا نبي الله فقال استتيري بستر الله تبارك وتعالى فرجعت ثم جاءت الثالثة وهو واقف حتى أخذت بلجام بغلته فقالت أنشودك لها ألا رجمتها فقال اذهبي حتى تلدي فانطلقت فولدت غلاما غلاما ثم جاءت فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالا لها اذهبي فتطهري من أدامي فانطلقت ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها قد تطهرت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسوة فأمرهن أن يستبرئن المرأة فجئن وشهدن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بطهرها فأمر لها بحفيرة إلى ثندتتها ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصات مثل الحماسة فرماها ثم مال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للمسلمين ارموها وإياكم ووجهها ووجهها فلما طفئت أمر بأخراجها فصل عليها ثم قال لو قسم أجرها بين أهل الحجاز وسعهم حدثنا عتاب بن زياد أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا زكريا أبو عمران البصري قال سمعت شيخا يحدث عمرو بن عثمان القراشي حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة فذكر الحديثة إلا أنه قال فكفله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو قسم أجرها بين أهل الحجاز لوسعهم حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسني عن أبي بكرة أن رجلا من أهل فارس آتا النبي صلى الله عليه وسلم فقالا إن ربي طبارك وتعالى قد قطال ربك يعني كسرى قال وقيل له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قد استخلف ابنته قال فقال لا يفلح قوم تملكهم امرأة حسنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن زيد حدثنا المعلى بن زياد ويونس وأيوب وهشام عن الحسني عن الأحنف عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفه ما فقط لا أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار قيل هذا القاتل فما بال المقتول قال قد أراد قتل صاحبه حنا عفان حدثنا سعيد بن زيد قال سمعت أبا سليمان العصري حدثني عقبة بن صهبان قال سمعت أبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادعوا بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في النار قال فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء قال ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا فيشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون ويخرجون وزاد عفان مرة فقال أيضا ويشفعون ويخرجون من كان في قلبهما يزن ذرة من إماء قال أبو عبد الرحمني حدثنا محمد بن أبانا حدثنا سعيد بن زيد مثله حثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجالي لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب منها ملكان حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حثنا يونس بن محمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمني بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أي ناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي ناس شر قال من طال عمره وساء عمله حدثنا يونس يعني ابن محمد حدثنا حماد عن يونس وحمايد عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا علي بن زيد عن عبد الرحمني بن أبي بكرة قال وفدت مع أبي إلى معاوية بن أبي سفيان فأدخلنا عليه فقال يا أبا بكر تحدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤية الصالحة ويسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين أيكم رأى رؤية فقال رجل أنا يا رسول الله رأيتك أن ميزانا دليا من السماء فوزنت أنت بأبي بكر فرجحت أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثم وزن أبو بكر رضي الله عنه بعمر رضي الله عنه فرجح أبو بكر بعمر ثم وزن عمر بعثمان رضي الله تعالى عنه فرجح عمر بعثمان رضي الله عنهم عنهم ثم رفع الميزان فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله تبارك وتعالى الملك من يشاء قال أبي قال عفان فيه فاستاء لها قال وقال حماد فساءه ذلك حثن روح حدثنا عثمان الشحام حدثنا مسلم بن أبي بكرة وسأله هل سمعت في الخوارج من شيء فقال سمعت والدي أبا بكرة يقول عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه سيخرج من أمتي أقوام أشداء أحد أذلقة أسنتهم بالقرآن لا يجاوز تراقيهم ألا فإذا رأيتموهم فأنيموهم ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم فالمأجور قاتلهم حثن روح حدثنا عثمان الشحام محدثني مسلم بن أبي بكرة أنه مر بوالده وهو يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر قال فأخذتهن عنه وكنت أدعو بهن في دبري كل صلاة قال فأمر بي وأنا أدعو بهن فقال يا بني أن عقلت هؤلاء الكلمات قال يا أبتاه سمعتك تدعو بهن في دبري كل صلاة فأخذتهن عنك قال فزمهن يا بني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في دبري كل صلاة حثن هاشم حدثن المبارك حدثن الحسن حدثن أبو بكرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يثب على ظهره إذا سجد ففعل ذلك غير مرة فقالوا له والله إناك لا تفعل بهذا شيئا ما رأيناك تفعله بأحد قال المبارك فذكر شيئا ثم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تبارك وتعالم به بين فئتين من المسلمين فقال الحسن فوالله والله بعدها أن ولي ألم يمرق في خلافته ملء محجمة من دمين حثن أسود بن عامر أخبرنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة وعن محمد بن سيرين عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقال ابن سيرين ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض حثن هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت مولا لآل أبي موسى الأشعري يكن أبا عبد الله قال سمعت سعيد بن أبي الحسن البصري يحدث عن أبي بكرة أنه دعي إلى شهادة مرة فجاء إلى البيت فقام له رجل من مجلسه فقال نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل للرجل من مجلسه أن يجلس فيه وأن يمسح الرجل يده بثوب من لا يملك حثن أبو النضري هاشم بن القاسم حدثنا الحشرج ابن نوباتة القيسي الكوفي حدثني سعيد بن جمهان حدثنا عبيد الله بن أبي بكرة حدثني أبي في هذا المسجد يعني مسجد البصرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزل النطائفة من أمة أرضا يقالوا لها البصرة يكثر بها عددهم ويكثر بها نخلهم ثم يجيء بن قنطورا عراض الوجوه صغار العيون حتى ينزلوا على جسر لهم يقالوا له دجلة فيتفرق المسلمون ثلاث فرق فأما فرقة فيأخذون بأذناب الأبل وتلحق بالبادية وهلكته أما فرقة فتأخذوا على أنفسها فكفرت فهذه وتلك سواء وأما فرقة فيجعلون عيالهم خلف ظهورهم ويقاتلون فقتلهم شهداء ويفتح الله على بقيتها حدثنا سريج حدثنا حشرج حشرج عن سعيد عن عبد الله أو عبيد الله بن أبي بكر تقال حدثني أبي في هذا المسجد يعني مسجد البصرة فذكر مثله حدثنا هوذة بن خليفة حدثنا عبد الله بن عوين عن محمد بن سيرينة عن عبد الرحمن بن أبي بكرتة عن أبي بكرتة قال لما كان ذاك اليوم ركيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم وقف فقال تدرون أي يومين هذا فذكر معنى حديث ابن أبي عادي وقال فيه ألا ليبلغ الشاهد الغائب مرتين فرب مبلغ هو أوعى من مبلغ مثله ثم مال على ناقته إلى غنيمات فجعل يقسيمهن بين الرجلين الشات والثلاثة الشات حنا عبيد الله بن محمد قال سمعت حمد بن سلمة يحدث عن علي بن زيد وحميد في آخرين عن الحسن عن أبي بكرتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم حنا أحمد بن عبد الملك الحراني حدثنا أبو بكرتة بكار بن عبد العزيزي بن أبي بكرتة فقال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرتة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها فقام فخر ساجدا ثم أنشأ يسائل البشير فأخبره فيما أخبره أنه ولي أمرهم أمرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء هلكت الرجال إذا أطاعت النساء ثلاثا حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا بكار قال حدثني أبي عن أبي بكرتة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رعي رعي الله به حثنا عفان حدثنا حمد بن سلمة أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرتة أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي ركع ثم مشى إلى الصف فقال أبو بكرتة أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود حثنا عفان حدثنا حمد بن سلمة أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرتة أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ركع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود حثنا عفان حدثنا حمد بن سلمة أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ إلى أصحابه أي مكانكم فذهب وجاء ورأسه يقطر فصل بالناس حثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا شعبة حدثني فضيل بن فضالة فقال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرتة قال رأى أبو بكرتة ناسا يصلون الضحى فقال إنهم ليصلون صلاة ما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعامة أصحابه رضي الله عنهم حثنا عفان حدثنا حمد بن سلمة عن يونس عن الحسن ومحمد عن أبي بكرتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حثنا عفان حدثنا وهيب ويزيد يعني ابن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرتة عن أبي بكرتة قال مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبوا فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله تبارك وتعالى أحدا كان يعلم ذاك أحسبوه كذا وكذا حنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت أن أبا بكرتة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف أخذ ابن عم له فقال عن هذا وخذف فقال ألا أراني أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنت تخذف والله لا أكلمك عزمة ما عشت أو ما بقيت أو نحو هذا حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني عقيل عن أبن شيهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن عياض بن مسافع أخبره عن أبي بكرتة أخي زياد لأمه قال أبو بكرتة أكثر الناس في شأن مسيلمة الكذاب قبل أن يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله تبارك وتعالى بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم في شأنه فإنه كذاب من ثلاثين كذابا يخرجون قبل الدجال وإنه ليس بلد إلا يدخله رعب المسيح إلا المدينة على كل نقب من نقابها يومئذ ملكانية ذبان عنها رعب المسيح حدثنا يعقوب حدثنا أبن أخي ابن شيهاب شيهاب عن عمه أخبرني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عياض بن مسافع حدثه أن أبا بكرة أخ زياد لأمه قال قال أبا بكرة أكثر الناس في شأن مسيلمة فذكر مثله حفناه شيم أخبرنا خالد الحذاء عن أبي عثمان قال لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت ما هذا الذي صنعتم إني سمعت سعد ابن أبي وقاص يقول سمعت أذنايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه الجنة عليه حرام فقال أبو بكرة وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي حدثنا عبد الملك بن عمير حدثني أبن أبي بكرة أن أباه أمره أن يكتب إلى ابن الله وكان قاضيا بسجستان أما بعد فلا تحكمن بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان حفنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء حدثنا أبن أبي بكرة عن أبي بكرة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمدح رجل رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قطعت ظهره إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبوه والله حسيبه ولا أعذروا على الله أحدا أحسبوه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه حفنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة وغير واحد عن الحسن عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ريح الجنة يوجد من مسيرة مئة عامين وما من عبد يقتل نفسا معاهدة إلا حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة ورائحتها أن يجدها قال أبو بكرة أصم الله أذن إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولها حان عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن أن أبو بكرة دخل المسجد والإمام راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال سمعت هشاما يحدث عن الحسن عن أبي بكرة مثله حسن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفه ما فقط لا أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان يريد قتل صاحبه حسن عبد الرزاق أخبران معمر أخبران من سمع الحسن يحدث عن أبي بكرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا يوما والحسن بن علي في حجره فيقبل على أصحابه فيحدثهم ثم يقبل على الحسن فيقبله ثم قال إن ابني هذا لسيد أن يعش يصلح بين طائفتين من المسلمين حدثنا محمد بن بكر حدثنا عيينة عن أبيه عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حانا محمد بن بشر حدثنا مسعر حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجالي لها يومئذ سبعة أبواب لكل باب ولكان حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي بكرة قال أكثر الناس في شأن مسيلمة فذكر نحو حديث عقيل حانا يزيد بن هارون أخبرنا عيينة عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم أسنادوا أمرهم إلى أمرأة حانا يزيد بن هارون حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يفلح قوم تملكهم أمرأة حانا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة وروح حدثنا حماد بن سلمة عن سالمين أبي حاتمين وقال روح عن سالمين أبي عبيد الله بن سالمين قال أبي وحدثنا عفان في حديث ذكره عن حماد عن سالمين أبي عبيد الله وهو أيضا يكن أبا حاتمين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ناس أفضلوا؟ أو قال خير شك يزيد قال من طال عمره وحسن عمله قيل فأي ناس شر قال من طال عمره وساء عمله حدثنا روح حدثنا حماد عن أبي بكرة أن رجلا قال يا رسول الله أي ناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قيل فأي ناس شر قال من طال عمره وساء عمله حدثنا روح حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا روح وأبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة قال أبو داود حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء سبع ليال قال أبو داود ثماني ليال إلى ثلث الليل فقال أبو بكر يا رسول الله لو أنك عجلت لا كان أمثل لقيامنا من الليل قال فعجل بعد ذلك قال أبي وحدثنا عبد الصمد فقال في حديثه سبع ليال وقال عفان تسع ليال حدثنا محبوب بن الحسن عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا مدح صاحبا له عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنقه إن كنت مادحا لا محالة فقل أحسبوه كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله تعالى أحدا حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت خالد الحذاء يحدث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهراني لا ينقصاني في كل واحد منهم عيد رمضان وذوء الحجة حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال سمعت شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد وقال بهزون عبد ربه يحدث عن أبي عبد الله مولى أبي موسى عن سعيد بن أبي الحسن قال دخل علينا أبو بكرة في شهادة فقام له رجل من مجلسه فقال أبو بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه أو قال إذا أقام الرجل الرجل من مجلسه فلا يجلس فيه ولا يمسح الرجل يده بثوب من لا يملك حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن أبي بشر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من بني تميمين وبني عامر حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم إني قمت رمضان كله قال فالله تبارك وتعالى أعلم أخشي على أمته أن تزكي أنفسها قال عبد الوهاب فالله أعلم أخشي التزكية على أمته أو قال لابد من نوم أو غفلة حدثنا يزيد أخبرنا همام وعفان حدثنا همام أخبرنا قتادة عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم قمت رمضان كله قال قتادة فالله تبارك وتعالى أعلم أخشي على أمته التزكية تقال عفان أو قال لابد من راقد أو غافل حثن روح حدثنا عثمان الشحام حدثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها ستكون فتن ثم تكون فتن ألا فالماشي فيها خير من الساعي إليها ألا والقاعد فيها خير من القائم فيها ألا والمتجع فيها خير من القاعد ألا فإذا نزلت فمن كانت له غنم فليلحق بغنمه ألا ومن كانت له أبل فليلحق بأبله فقال رجل من القوم يا نبي الله جعلني الله في دائك أرأيت من ليست له غنم ولا أرض ولا أبل كيف يصنع قال ليأخذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة ثم ليضق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت إذ قال رجل رجل يا نبي الله جعلني الله في دائك أرأيت فإن أخذ بيدي مكرها حتى ينطلق بي إلى أحد الصفيني أو أحد الفئتين عثمان يشك فيجذفني رجل بسيفه فيقتلني ماذا يكون من شأني قال يبوء بإثمك وإثمه ويكون من أصحاب النار حثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة أخبرني علي بن زيد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة يحدث عن أبيه قال قيل يا رسول الله أي ناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قيل يا رسول الله أي ناس شر قال من طال عمره وساء عمله حدثنا أبو نعيمين حدثنا زهير بن معاوية عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أي ناس خير فذكر مثله حدثنا عبد الصمد حدثنا سعيد أبو عثمان الشحان في مربعة الأحنف حدثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقتتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني ورآني حتى إذا رفعوا إلي ورأيتهم أخت لجودوني فلا أقولن ربي أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك حدثنا محمد بن بكر حدثنا حميد بن مهران الكندي حدثني سعد بن أوسين عن زياذي بن كسيب العدوي عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة حدثنا إسماعيل حدثني يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب والذهب في الفضة كيف شئنا فقال له ثابت بن عبد الله يدا بيد فقال هكذا سمعت حسن روح حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكرة أنه قال صلى بن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصل ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم فتأخروا وجاء آخرون فكانوا في مكانهم فصل بهم ركعتين ثم سلم فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتين ركعتان حسن أبو عامر حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ورجل في نفسي أفضل من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يومين هذا أو قال أتدرون أي يومين هذا قال قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ثم قال أليس يوم النحر قال قلنا بل قال قال فأي شهر هذا أو قال أتدرون أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بل قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا البلد تقولنا بل قال فإن دماءكم وأنوالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم تبارك وتعالى ألا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامعا ألا لا ترجعن بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حسنا مؤمل حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكر تقال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين يخطب إذ جاء الحسن بن علي فصعد إليه المنبر فضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومساح على رأسه وقال ابني هذا سيد ولعل لها أن يصلح على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين حسنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وحميد ويونس عن الحسن عن أبي بكرة أن رجلا قال يا رسول الله أي ناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي ناس شر قال من طال عمره وساء عمله حدثنا حسن حدثنا حماد عن ثابت ويونس عن الحسن عن أبي بكرة فذكره حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت ويونس عن الحسن عن أبي بكرة فذكره حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمكث أبا والدجال ثلاثين عاما لا يولد لهم ولد ثم يولد لهم غلام أضر شيء وأقله نفعا تنام عينه ولا ينام قلبه ثم نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه فقال أبوه رجل طول ضرب اللحم كأن أنفه منقار وأمه امرأة فرداخية طويلة الثديين قال أبو بكرة فسمعنا بمولود ولد في اليهود بالمدينة فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما فقلنا هلاكما ولد فقال مكثنا ثلاثين عاما لا يولد لنا ولد ولد ثم ولد لنا غلام أعور أضر شيء وأقله نفعا تنام عينه ولا ينام قلبه فخرجنا من عندهما فإذا الغلام منجدل في قطيفة في الشمس له همهمة قال فكشفت عن رأسه فقال ما قلت ما قلنا وهل سمعت قال نعم إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي قال حماد وهو أبن صياد حسنا عفا نحدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال وفدنا مع زياد إلى معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو بكرة فلما قدمنا عليه لم يعجب بوفد ما أعجب بنا فقال يا أبو بكر تحدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤية الحسنة ويسأل عنها فقال ذات يومين أيكم رأى رؤيا فقال رجل أنا رأيتك أن ميزانا دليا من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان ثم رفع الميزان فاستاء لها وقد قال حماد أيضا فساءه ذاكا ثم قال خلافة نبوة نبوة ثم يؤتي الله تبارك وتعالى الملك من يشاء قال فزخى في أقفائنا فأخرجنا فقال زياد لا أبالاك أما وجدت حديثا غير ذا حدثه بغير ذا قال لا والله لا أحدثوه إلا بذا حتى أفارقه فتركنا ثم دعا بنا فقال يا أبا بكر تحدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبكعه به فزخى في أقفائنا فأخرجنا فقال زياد لا أبالاك أما تجد حديثا غير ذا حدثه بغير ذا فقال لا والله لا أحدثوه إلا به حتى أفارقه قال ثم تركنا أياما ثم دعا بنا فقال يا أبا بكر تحدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبكعه فقال معاوية أتقول الملكة فقد رضينا بالملك قال أبو عبد الرحمن وجدت هذه الأحاديثة في كتاب أبي بي خط يده حدثنا هوذة بن خليفة حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رجلا قال يا رسول الله من خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله وبسناده وقال عبد الرحمن وفدنا إلى معاوية نعزه مع زياد ومعنا أبو بكرة فلما قادمنا لم يعجب بوفد ما أعجب بنا فقال يا أبا بكرة حدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤية الحسنة ويسأل عنها وإنه قال ذات يومين أيكم رأى رؤية فقال رجل من القوم أنا رأيت ميزانا دليا من السماء فوزنت فيه أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر ثم وزن فيه أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر ثم وزن فيه عمر وعثمان فرجح عمر بعثمانا ثم رفع الميزان فاستهى لها النبي صلى الله عليه وسلم أي أولها فقال خلافة نبوة نبوة ثم يؤتي الله تبارك وتعالى الملك من يشاء قال فزخ في أقفائنا وأخرجنا فلما كان من الغد عدنا فقال يا أبا بكر تحدثنا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبكعه به فزخ في أقفائنا فلما كان في اليوم الثالث عدنا فسأله أيضا قال فبكعه به فقال معاوية تقول إن ملوك قد رضينا بالملك قال أبو بكر تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة خمس مائة عامين وقال أبو بكر تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليردن الحوض علي رجال ممن صاحبني ورآني فإذا رفعوا إلي ورأيتهم أخت لجدوني فلا أقول أن أصيح بي أصيح بي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك قال أبو بكر تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلي أمر فارس قالوا أمرأة قال ما أفلح قوم يلي أمرهم أمرأة وقال أبو بكر تجئت ونبي الله صلى الله عليه وسلم ركع قد حفزني أن فسفركعت دون الصف فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال أيكم ركع دون الصف قلت أنا قال زادك الله حرصا ولا تعود ولا أبو بكر تقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان أسلم وغفار خيرا من أسد وغطافان أترونهم خسروا قالوا نعم قال فإنهم خير منهم ثم قال أرأيتم إن كانت جهينة ومزينة خيرا من الحليفين من تميمين وعمل بن صع ساعة يمد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته أترونهم خسروا قالوا نعم قال فإنهم خير منهم قال وقال أبو بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصاني رمضان وذو الحجة وقال أبو بكرة ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق أخيك والله لو سمعها ما أفلح أبدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أثنى أحدكم على أحد فليقل والله إن فلانا ولا أزكي على الله أحدا قال أبو عبد الرحمن وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده حدثنا عبيد الله بن محمد أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم إن كانت أسلم وغفار خيرا من الحليفين أسد وغطافان أترونهم خسروا قالوا نعم قال أفرأيتم إن كانت مزينة وجهينة خيرا من بني تميمين وعمل بن صعصعة ورفع حماد بها صوته يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أترونهم خسروا قالوا نعم قال فإنهم خير منهم حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن جبريل عليه السلام قال يا محمد اقرأ القرآن على حرف قال ميكا إيلو عليه السلام استزده فاستزاده قال اقرأه على حرفين قال ميكا إيلو استزده فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف قال كل شاف كف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب نحو قولك تعالى وأقبل وهلم واذهب وأسرع وعجل حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة مئة عامين حثنا عفان حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن أخبرني أبو بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعا رفيقا لألا يسرع قال فعل ذلك غير مرة فلما قضى صلاته قالوا يا رسول الله رأيناك صنعت بالحسن شيئا ما رأيناك صنعته قالا إنه ريحانتي من الدنيا وإن ابني هذا سيد وعاس الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين وهي حدثنا مبارك عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفلح قوم تملكهم امرأة حثن هاشم حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفهما وكلاهما يريد أن يقتل صاحبه فقط لا أحدهما الآخر فهما في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قالا لأنه أراد قتل صاحبه حثن مؤمل حدثنا حماد بن زيد أخبرنا أيوب ويونس وهشام والمعلي بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفهما فقط لا أحدهما صاحبه فهما في النار جميعا حثن مؤمل حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين صفة الدجال وصفة أبويه قال يمكث أبوى الدجال ثلاثين سنة لا يولد لهما ثم يولد لهما ابن مسرور مختون أقل شيئا نفعا وأضره تنام عينه ولا ينام قلبه فذكره إلا أنه قال ثم ولد لنا هذا أعور مسرورا مختونا أقل شيئا نفعا وأضره حثنا بهز حدثنا همام أخبرنا قتادة عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم إني قمت رمضان كله قال قتادة فالله أعلم أخشية تزكية على أمته أو يقول لابد من راقد أو غافل حان محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى أبنه وهو عامل بسجستان أن لا تقضي بين رجلين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي حكم بين اثنين أو خصمين وهو غضبان ترجمة نانسي قنقر